اكثر المواد استهلاكا في تاريخ الغذاء واكثر النهكهات التي اجتمعت الاذواق على تفضيلها وهو مع ذلك الاكثر خطورة على الصحة حيث يوفر السكر سعرات حرارية عالية جدا للجسم دون ان يمده بالمغذيات وبالتالي يرتبط دخوله في الجسم بزيادة الوزن وامراض القلب والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني فما الذي يحدثه السكر في اجسامنا هذا هو محور حديثنا مع الدكتور محمود الشيخ علي اغصاء التغذية العلاجية وطب الاعشاب اهلا وسهلا دكتور اهلا وسهلا سعيد صباحك يا رب سعيد صباحك وصباح المشاهدين جميعا يعني السكر يوميا بناكله بالحلويات مع الشاي بكل اشي موجود في حياتنا فنبدأنا نتعرف على السكر بشكل علمي شو هي المواد المكونة منه السكر اه شوف هو يعني السكر اه هو شيء اه مش مش جديد هو عرفه الانسان منذ الاف السنين ويعني موجود من عهد الفراعنة لانه السكر هو بالاصل مصدره نباتي اما اه من البنجر او من قصب السكر اه ولكن للأسف الشديد مع التطور والتكنولوجيا بدأ اه نزع المكونات الاخرى بجانب السكر اللي هو اللي كان اه السكر لحاله مش لحاله كان في القصب او في البنجر وفيه فيتامينات ومغذيات اخرى ولكن تم نزحه تماما لعند ما وصلنا للسكر الابيض اللي احنا بنشوفه بجانب بعض الاضافات الكيميائية حتى نشوفه بالشكل هذا اه لعند ما يصلنا لمركبين اللي هو الجلوكوز والفراكتوز لكن بالاصل لو انا اخدت السكر من القصب نفسه من عصير القصب لن يكون له ضرر كما هو موجود بالطريقة اللي احنا شايفينها بالسكر الابيض اه لانه زي ما قلت لك هو تم نزع الفيتامينات والمعادة ودخل عمليات تكرير كثيرة لعند ما وصلنا فقط للسكر بين قوسين المصنع اللي هو عبارة عن جلوكوز وفراكتوز من هنا تبدأ المشكلة لكن السكر بحد ذاته لانه الناس للأسف الشديد من اول ما يسمع كلمة سكر بيصير معاه هيك يعني الناس المتشددين بقول لك انا بدي امتنع عن السكر طب هو ايش هو السكر احنا لاجب ان نحدد احنا بنتحدث عن السكر المصنع والسكر الابيض بينما السكر الموجود في الطبيعة سواء في العسل او موجود حتى في الشعير او موجود في قصب السكر او موجود في البنجر بالعكس هذا رح يمد الجسم بالطاقة لانه لم يحدث له اي تدخل من الانسان يعني هو زي ربنا ما خلقه بآلية معينة خلق ليفيد جسم الانسان فعشان هيك لازم انفرق بين السكر الطبيعي والسكر اللي احنا بتناوله السكر الطبيعي موجود فيه كثير مكونات طبيعية زي ما حكت لنا العسل البنجر الفواكه بانواع بعض الخضروات كمان بتكون حلوة فهذا فيها سكر حلو وسكر طبيعي احنا متفقين انه هذه مفيدة لجسم احنا اليوم نحكي بشكل خاص عن السكر المصنع السكر المصنع مضر لصحة الانسان لانك حكت انه هو مكرر ومنزوع من الفيتامينات والمعادن وكل الامور المفيدة لجسم الانسان السكر المصنع الدين كمية اللي لازم الواحد ياخد منه خلال اليوم شوفوا اذا الانسان بيقدر يمتنع عنه ويستطيع ان يمتنع عنه تماما بيكون افضل يعني انا بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن الي عشر سنوات عشر سنوات لم اتناول السكر الابيض تحت اي منتج من المنتجات كنافة ابدا ابدا اي شيء يحتوي عليه السكر الابيض لم اتناوله على الاطلاق ويلا عشر سنوات وباذن الله ساكمل حياتي دون تناول السكر المصنع على الاطلاق واي منتج للأسف الشديد يعني لان انا بابحث في اعماق المنتجات كثير من المنتجات وجدت انه يضاف عليها السكر واحنا بنرحل صحية حتى بعض انواع المرتديل او البسترما يضاف عليها السكر طبعا لأسباب لها يلقى بأسباب تجارية انه سكر رخيص الثمن فبيزيد الوزن وبنفس الوقت بيضيف عليه اضافات تانية عشان يضيعوا الطعام وكثير من المنتجات المالحة يضاف عليها السكر الآن الخطورة في السكر انه انا لما نبقى اول شيء احنا متفقين انه هو سكر مصنع ومضاف عليه مواد كثيرة لعندما وصل بالطريقة هذه لان لما انا بتناول السكر السكر اللي انا بتناوله عبارة عن جولوكوز وفركتوز يعني سريع الامتصاص في الجسم سريع الامتصاص لانه هو داخل جاهز تمام الجولوكوز راح يدخل الدم راح يرفع السكر في الدم هيزيد افراز الانسولين تمام الفركتوز راح يخزن في الكبد وزيادة في تناوله برضو بدنا نفرج بين الفركتوز المصنع والفركتوز الموجود في الفواكه بشكل طبيعي تمام الفركتوز الطبيعي هو له فوائد كثيرة في جسم الانسان ولكن الفركتوز المصنع واللي احنا بنشوفه على شكل حبيبات هذا طبعا له مضاره على جسم الانسان فوجود كمية كبيرة من الفركتوز في الكبد راح يعمل لي مع مرور الوقت مشاكل في الكبد قد تصل إلى التشمع الكبد وإلى آخرين أو دهون على الكبد أما الجلوكوز اللي راح يزيد في إفراز الإنسولين الإنسولين إيش دوره أنه هو يدخل الجلوكوز الخلية طيب الآن إذن الجلوكوز إذا الجسم لم يستطيع أن يحول الجلوكوز إلى طاقة راح يظلوا موجود في الجسم وفي النهاية راح يتحول إلى دهون زائد إنه إفراز كمية كبيرة من الإنسولين في الجسم برضو راح تساعد في تخزين الدهون اللي من هنا هندخل في دائرة كبيرة أو في بوابة كبيرة من المشاكل ابتداء من السمنة والمشاكل والأمراض الأخير بجانب أنه تناول ملعقة من السكر راح توقف لي وتؤثر لي في كل عمليات الأيد في جسم الإنسان لأنه ندخلت الجسم شيء غريب عليه ليس من الطبيعة فراح يعمل لي خلل في عمليات الأيد ويؤثر سلبا سواء على الضغط سواء على السكر والسكر متهم أيضا بأنه له علاقة بالأمراض السرطانية ودائرة الاتهام تتسع كل يوم تطلع دراسة أنه السكر الأبيض له مضروق في نف المقابل يعني أنه للأسف الشديد أنت عارفة أن السكر يعني بورسة السكر زي زي الدهب يعني طالع نازل يعني واستهلاك السكر بشكل مخيف في العالم يعني أنا أديكي مثال قلبة الكولا 12 ملعقة سكر فيها تخيل أنت لما الواحد يشرب 12 ملعقة سكر موجودة فيه دكتور عفوا يعني الأضرار لسكر ذكرت لنا إياها كتير وخطيرة على كل أعضاء جسم الإنسان بعض الأشخاص عمرهم كبير يعني في السن بعرفهم يعني شخصيا بحطوا على الشاي أربع معالق سكر الشاي باليوم ثلاث مرات بنشرب الإزازة الكولا يوميا لترين في البيت بس ما بس يعني ما شاء الله صحتهم تمام الحديد تمام الفيتامينات والمعادن وبنجبه يعني الأمور ماشي تمام فشو الفكرة هان يعني يعني نفس الكلام يكون نحكي فيه قبل ما يطلع الهواء أنه في ناس مدخنين بصير عمره 90 سنة هو بدخن وصحته مليحة صح لكن هذا ليس مقياسا يعني أنا ما باجي أقيس حالة على مجموع حالات تمام بمعنى أنه الشخص هذا اللي أنت بتحكي عنه ربما أنه يكون هو محافظة على حاله في جوانب أخرى بس اليوم إحنا اليوم إحنا يعني في الأجيال القادمة والأجيال الموجودة هي أجيال منهكة منهكة بتناول المواد المصنعة والمضافات والأصباغ والملونات وقلة الرياضة وتناول كميات كبيرة من الأكل فللأسف يعني كمية السموم بدخل الجسم كبيرة فلما إحنا نضيف السكر اللي هو يعني متهم أساسي في كثير من الأمراض فأنا هنا بصير عندي إنسان مريض يعني أنا أحكي لك شيء في المقابل تعالي شوفي أنت الأمراض اللي إحنا بنشوفها اليوم أو بنسمع عنها اليوم اليوم إحنا في عنا شيء اسمه الشيخوخة المبكرة صحيح اليوم إحنا شخص عمره 40 سنة كأنه عمره 60 سنة جسمانيا مريض مشاكل في المفاصل ضغط سكري إلى آخر هذه الأمراض ما كانت موجودة بالسابق ليش؟ لأنه طبيعة الحياة اختلفت اللي خلت عمر الإنسان بيكسر قاعد بيكسر نتيجة ضغوطات الحياة سواء النفسية أو حتى تناول الأكل اللي بيلجأ إله الإنسان بشكل لأنه بيسترخصه وطبعا أنا مش أدخل في موضوع له علاقة بمؤامرة الإنسان على الإنسان ولكن في الحقيقة مؤامرة لما أنا بتناول حلويات مثلا 60% معظم الحلويات 60% من مكونات أسكر ليش؟ مش هو مش بدور على صحتك هو بدور على الربح بينما لو بده يعمل منتج ربما بإمكانه يعمل منتج مختلف منتجات صحية لكن حتى للأسف المنتجات الصحية إما محاربة لأنه لأنه من يملك الإعلام من يملك الإعلام هو يملك صارعين إحنا غزو فكري يعني اليوم نجي لموضوع الدخان كل الناس عارف أن الدخان بعمل صراطان صحيح وبالرغم من ذلك بتدخن كل الناس عارف أن الكولة بتعمل تسوس أسنان وبتعمل هشاشة بالعظم وبتعمل حموضة بالدم وبتعمل مشاك وبالرغم من ذلك بنشرب كولة ليش؟ يعني صار في عنا غزو في الفكر وشوية شوية عبر الأجيال قدروا يبعدوا الإنسان عن الطبيعة يعني اليوم الكركدة بتطرح على العطار من السنة للسنة الناس بتشري ليش؟ لأنه هو مجدد من ثقافة الناس لأنه اليوم أنا صار لأنه ما عليه تسليط إعلام ما عليه إعلانات لأنه صوت الصح ضعيف يعني اليوم البرامج اللي إحنا بنعملها هذه لم ينبتصل كما الكلام اللي إحنا بنحكيه هنلاقي كتير من الناس راح يتهاجمه في المقابل أنه صوت الصحة لا يملك المال لأنه من يملك المال يملك القرار يعني اليوم أنا عشان أجي أعمل دعاية للكركدة أو أقدم الكركدة كمنتج بديل عن القولة طب هذا مش يحتاج إلى مال صحيح وفي نفسه وعشان أنا أقنعك فيه يحتاج إلى سنوات صحيح زي ما هم قاعدوا سنوات يبدو شوية شوية يغزو شوية شوية لعندما قدروا يسيطروا يسيطر على عقول الناس اليوم وكأنه عقول الناس مسحورة صحيح بالمنتجات الغير صحية في عنا مشكلتين في المنتجات الصحية أنه أنا بدي أشرع على ثقافة مجتمع من دوره جديد وأبدأ أعزز الثقافة وطبعا هواجه محاربة وأنا بحكي لك عن تجارب شخصية صحيح يعني على سبيل المثال لستيفيا مثلا لستيفيا هو أصله نباتي وسعراته سفر وآمن وأحلى من سكره 300 مرة لعند إحنا يعني ما قدرنا نقنع جزء من الناس على مستوى غزة أنا بحكي لك قعدنا 4-5 سنين وإحنا مش نقنع الناس نقنع أصحاب القرار أنه هذا منتج آمن طبعا دخل وهذا يحتاج إلى وقت كمان لما بدي أحكي عن منتج تاني بس سعره عفوا سعره مرتفع شوية يعني مشكلة الناس قدرين جايلك عاد في الموضوع التاني الآن المتحكمين هم معنيين أنه يغلوه يعني إحنا مثلا ما بنجيب للستيفيا أو المواد الخام إحنا بنجيبها غالية الثمن هي بالأصل غالية ليش؟ لأنه هم عاملين حسابهم أنه هذا تكون لطبقة معينة من الناس تمام؟ أنه أنا مثلا بجيب كيلو السكر بشكل مثلا أو يعني تقريبا لكن أنا بدي أروح أجيب كيلو للستيفيا مثلا مثلا بعشرين ضعف عشان يضلوا أنه أنه الناس اللي تشتري هذه المنتجات هي طبقة معينة تمام؟ والطبقة اللي ما بتقدر تضلها عايشة على السكر هذا يعني قانون الغاب في العالم لكن في المحصلة نحكي لك شيء إحنا عم نستوانا في قطاع غز اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عملنا الثورة في مجال التغذية وعملنا الثورة في مجال تعديل المفاهيم عند الناس تمام؟ حتى في المنتجات يعني الستيفيا زمان مثلا كانت العلبة حاجة خمسين شكل صحيح اليوم إحنا يعني في مركز ابن النفيس وشركة النفيس بفضل الله سبحانه وتعالى نتيجة الجهد الجبار القمنا فيه على تثقيف الناس من خلال البرامج ومن خلال إذاعات وكذا اليوم هذا المنتج حقه خمسة عشر شكل تمام؟ ومشيكه بس بفضل بإذن طب الآن إحنا إيش وين المشكلة اللي بتواجهنا؟ هو قناعة الناس أو مدى اقتناع الناس بالمنتج لأن كل ما زاد استهلاك المنتج فيما بعد ممكن يقيل سعره لأنه بصير إنه إحنا بنصير نجيب مواد خام بشكل أكبر فبيقيل سعره كذلك قيصي ذلك على المنتجات الشوكولاتة مثلا كان زمان المئة جرام شوكولاتة كان حقها المئة جرام كان حقها خمسة عشر شكل وتعتبر غالية وكان الوضع نوعا ما جيد اليوم اليوم موجود مئتين جرام شوكولاتة بعشر شكل يعني اليوم زارة الكمية والسعر بالفعل هذا اللي إحنا نسعى له عشان تصير ثقافة اليوم كمان ما إحنا بنشتر عن الناس لأنه الناس بيجوا تقول لك أنا بنروح أشتري منتج صحي مثلا ثلاث أضعاف وأنا رح أحكي لك شيء أنا شفته في ماليزيا في ماليزيا في شركة بتعمل منتجات أورجانيك أورجانيك يعني منتجات عضوية تمام وهناك تكالب على الناس بشكل رهيب على هذه المنتجات وسعرها أعلى من المسلا البندورة مثلا أو الخيارة يعني أي شيء عضوي مثلا نضلك كله بشكل وبيعه بخمسة شكل يعني خمس أضعاف يعني وبالرغم من ذلك في إقبال كبير على الناس ولكن أنت شوفي لأنه هو يتعامل مع ناس في ثقافة عندها فلما روحت للدكتور بقول له يعني يعني ليش الناس بتقبل مع أنه غالي فجاب لي بسيطة جاب لي ورقة وعمل لي خطين قال لي تعال هذا الشخص اللي بيأكل الأكلات الغير صحية واللي عايش على السكر واللي عايش على أي حاجة يعني تمام بعد عشر سنين ليش بدو يصرف عشر تراب دولار على الأكل والشرب ماشي هذا الشخص بدو يصرف خمس أضافة يعني خمسين ألف بس تعالي نشوف هذا الشخص اللي بيأكل الأكل صحي بعد عشر سنين ونشوف الشخص اللي بيأكل أكل غير صحي بعد عشر سنين هذا إنسان مريض إنسان عنده ألم في المفاصل عنده ضغط وسألني سؤال وأنا السؤال بس بأقول للمشاهدين هتولي مريض ضغط أخذ دواء وطاب هتولي مريض سكري أخذ دواء وطاب هتولي ست صار عندها خشونة مفاصل طابت بالعكس هي بتلف من دكتور لدكتور ومن مسكنات لمسكنات والخمس أضعاف اللي ندفعوا في الأكل الصحي رح تدفع أضعافهم ومش هتطيب بينما أنا عند الشخص الأكل أكل صحي هو إنسان صحي وعنده القدرة على العطاء ففي أمور يا سيدتي لا تقاس بالمال الصحة لا تقاس بالمال الاستثمار الصحة وبالإنسان هي أفضل أنواع الاستثمار وإذا بدنا نحكي اليوم عن أطفال كمان إذا بدنا نربجيل نربجيل قائم على ثقافة الأكل الصحي بدنا ندفع عليه فلوس كتير كمان لأنه هذا استثمار والاستثمار في النفس البشرية هو أفضل أنواع الاستثمار وإحنا مقبلينا على كارثة هذي بالك بمانك جبت سنة الأطفال تعرف أنه إحنا عنا في فلسطين تحديدا في قطع غزة عنا كارثة اسمها سنة الأطفال إحنا عنا سنة الأطفال قاعدة تقفز بشكل كبير للأسف دون اهتمام من الأهل ودون اهتمام من الجهات الرسمية في هذا الموضوع اليوم الطفل زمان زمان قبل عشرين سنة كان في مخيم وكان الولد بيطلع وبنزل اليوم الطفل قاعد على آيباد ما في حركة طبيعة الأكل اختلفت عنا صارت كلها وجبات جاهزة ودسمة ومليئة وكذا بالسكر والمطاعم كثير فأنا جاعد في عندي جيل بيطلع جيل مريض في المقابل في أمريكا اليوم في بعض الولايات تفرض تفرض على المطاعم انه ممنوع تقدم العصير المصنع او الكولا المصنع على طفل لعمر كذا ممنوع انه حتى وزن للغيف في الوجبة حددوها يعني اللي هم صحيوله صحيوله الان احنا جاعدين نقع فيه نقع فيه واليوم العالم صحي اليوم حتى بعد قصة كورونا اليوم الناس بدأت تعود للطبيعة اليوم حتى في موضوع الاعشاب الطبيعية في موضوع الاكل الصحي الا احنا للأسف قاعدين بنخوض تجارب خاضها غيرنا وفشلت من عشرات السنوات عشان احنا بحاجة الى صحوة في مجال التغذية وتعزيز الناس اللي في مجال التغذية و وصرف من قبل الحكومة على في مجال التغذية الصحية للتوضيح لانه هذا دور شيء اسمه الثقافة الصحية او التوعية الصحية وإلا يعني انا ايش بدي في مجتمع مريض يعني انا ايش بدي في في ناس برضا يعني انا كمجتمع اذا لم يكن عشان يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اش قال المؤمن القوي خير وحبه الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير فبمعنى انه الخيرية هنا في الصحة وفي المال وفي الإرادة وفي القوة لما يكون انا عندي مجتمع صحي ومجتمع فتي ومجتمع عنده القدرة على الأطاء هذا اللي انا بدي انا ما بدي بدي مجتمع كله معه معاش أشغط أدوية سكر وضغطه ايش بدي بالمجتمع هذا مجتمع منهك ومش رأي يعني وين بده يكون دوره بين المجتمعات صحيح نتمنى تكون وصلت هذه الفائدة لصدر المشاهدين وبنصل كمان لنظام غذائي صحي وسليم للأطفال ولكبار السن شكرا كتير دكتور لو وجدك معنا حديث أبدا لا يمال دكتور محمود الشيخ علي أخص صائد تغذية العلاجية وطب الأعشاء شكرا كتير ونهارك سعيد ان شاء الله شكرا شكرا